موسيقى تبدأ الكسة في الواحد والثياثين من شهر مايو أيار سنة 1916 عندما تلوح بوادر الأطماع الأوروبية لتقسيم الإمبراطورية العثمانية فيضطر الباب العالي إرسال إلي إمدادات العسكرية متمثلة في قائد الفيلق العثماني فخر الدين بأشا من أجل حماية المدينة المنورة موسيقى ملحمة الدفاع عن المدينة المنورة تعتبر بين الوقاع التاريخية التي رسمت معاني الوفاء والإخلاص للدين الإسلامي في أجمل وأروع لوحة كان بطل هذه الملحمة التاريخية القائد الهمام فخر الدين بأشا الذي كلف بمهمة الدفاع عن المدينة المنورة من أطماع قوات الحلفاء لقب فخر الدين بأشا بلقب نمير الصحراء لما أظهره من بسالة وشجاعة في الدفاع عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولضخمة هذا الأثر والحدث التاريخي يقرر المسرح التابع للدولة اكتباس هذا الحدث التاريخي إلى عمل مفنة حضر حفل افتتاح المسرحية التي كانت تحت عنوان الدفاع عن المدينة المنورة الحفل الرابع للقائد الهمام فخر الدين بأشا من المهم بالنسبة لنا أن يتعرف الجمهور بهذه الطريقة على فخر الدين بأشا وعلى ما قام به من أعمال وإنجازات ولهذا نأمل أن ينال هذا العمل إعجاب الجميع نالت هذه المسرحية أعجاب الحضور الذي تأثر كثيرا بالأحداث التاريخية الخالدة التي تضمنها النصر المسرحي منذ أصول فخر الدين بأشا إلى المدينة المنورة بقصد الدفاع عنها في الواحد والثلاثين من شهر مايو سنة 1916 بقي فيها سنتين أي لغاية سنة 1928 لم ينقطع عن العبادة وعن زيارة ضريح النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى أنه اغترنا من فرصة من أجل التقاط مجموعة من الصور التذكارية التي تبين الوضع الذي كانت عليه الضيار المقدسة في تلك الفترة هذه القصة الواقعية اقتبست إلى عمل مسرحي تتبعته معنا منذ قليل نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم لأنه فعلا يعبر عن ملحمة تاريخية خالدة رشيدة الفتماوي برنامج الألوان السبعة إسطنبول ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة